موسيقى نكملين معاكم بدنيا يا دنيا وصلنا لقصة نجاح رح نتعرف على قصة نجاح هلا كرم صاحبة شركة مختبرات السوسنة أو السوسن للمنتجات الطبيعية اللي حصلت على تمويل من صندوق المرأة رح نتعرف أكتر على هلا وعلى مصنعها أيضا وعلى تمويلها من قبل صندوق المرأة أهلا وسهلا فيك هلا أهلا وسهلا نوري وبدنا هيك نتعرف أكتر عليك يعني حضرتك عندك طبعا عمرك صغير لازم نحكي له أنك عمرك 28 سنة بالصراحة وصاحبة مصنع لإنتاج الكريمات والمواد الطبيعية نتعرف أول إشي عن مجال شغلك إيش مصنع السوسن للمواد الطبيعية مصنع السوسن إحنا مينلي منصنع منتجات تجميل كلها طبيعية يعني منحاول نركز على أكستراكت كلها طبيعية ومنستعمل صبون طبيعي ومنعمل زيوت وكريمات وشمبولة الشعر ومنحاول كمان برضو ندخل منتجات البحر الميت مثل الأملاح وطينة البحر الميت طب قبل ما أعرف عن تمويلك من صندوق المرأة كيف تعرفتي أصلاً أنه ممكن موجود صندوق المرأة وبيقدم تمويل للسيدات وحتى للرجال بدنا نركز إن صندوق المرأة يقدم تمويل مش فقط للسيدات ولكن أيضاً للرجال اللي حبيني يبدأوا بمشاريعهم كيف تعرفتي كيف عرفتي عن صندوق المرأة؟ ويجينا حاولنا بدنا نطلع شيهادة التصنيع الجيد هاي من الغذاء والدواع عشان نقدر نصدر المنتج تبعنا خارج البلد ولما إجوا كشفوا شافوا المصنع إنه مش كتير مهيئ فرحنا فتحنا مصنع جديد فلعما عملت هاي الدراسة طلع إنه بحتاج تمويل للمشروع لأنه إحنا ما كنا يعني لهذه الدرجة عاملين منيح يعني مسو فبعدين حاولت مع البنوك أول إشي طبعاً كانت معاملتهم شوي آسية ما كان فيه كتير تفاهم شروط سيمتين أكتر شروط كتير التفاهم ما كان أنا كان بدي بصراحة أشوف ناس إنه يقدر يدعموني مش بس مادياً معنوياً إنه كتير صعبة كانت المشروع إنه أفتحه والبداية دايماً ضعبة بسه فصرت أدور أونلاين طبعاً على الإنترنت وين في شركات وأحكي معهم تليفونات تليفون تليفون يعني ووصلت لصندوق المرأة الحلو كان بصندوق المرأة إنه بنفس الأول مكالمة حددوا معي موعد وكانوا جايين عندي تاني يوم ومن وقتها علاقتهم كانت لطيفة معي شجعوني إنه ما توقف أب يعني أضلني شغالة حتى لو ما زبط مثلاً التمويل من عندهم إني أضلني مستمرة بالموضوع وحمد الله بعد مساعدتهم أعطوني التمويل وخلصت المصنع وجبنا شهادة الجي أم بي وهلأ توسعنا كثير يعني إيش الشهادة الجي أم بي؟ شهادة الجي أم بي هي اسمها هي من قبل الغذاء والدواء بتيجي لازم يكون عندك مواصفات يبتيجي من برة عشان المصانع التجميل كيف تصنعي البروداكت كيف المناطق تظلها نظيفة شو نوع السيستم عشان للتهوية يظل فيه فرش إير عم بدخل على المصنع الماكينات إلها أساسيات معينة إنه تمشي عليها وكيف تشتغليها وهاي هي الشهادة حلو أنت حصلتوا عليها حصلنا عليها وإحنا من إحدى الست مصانع الموجودة بالأردن اللي عندها الشهادة أها يعني واحدة من ست مصانع فقط في الأردن أنت عندكم هاي الشهادة طيب بحب يعني أسألك أيضا أنه يعني بعمرك الصغير هذا قدرتي أنه يكون عندك مصنع مثل مصنع أيضا يعني للتجميل ومواد وإشياء حساسة يعني طيب يعني أكيد فيه تحديات فيه صعوبات يعني واجهتك صبية بعمرك عرفتين أنه تبدأ هيك مشروع أكيد فيه عمال كتير في المصنع في عندك شغل فيه تصدير أنت خبرتيني قبلها لأننا نحكي كمان عن هذا الموضوع حكينا شو صعوباتك الآن الصعوبات كانت أنه كان عندنا كوست كتير عالي وكان عندي كتير موظفين وما كان عندنا كتير دخل يعني شغل عرفتين كيف الماركتينج كان بدنا تيم ماركتينج ما كان عندي ماركتينج صفيت أنا عم بعمل الماركتينج لحالي للتصدير لما نيجي نصدر بضاعتنا لبرة أنا أنزل على الشحن نعمل لوراء الشحن كتير كان صعوب لأنه كان عندي كتير طاقم كبير فاضطريت أنه أنزل من موظفيني فصفينا بس أربع أشخاص عم نشتغل فاضطرينا نعمل كل إشي مع بقى إحنا الأربع أشخاص طرينا نعمل كل إشي نكون ماركتينج نكون للشحن نعمل للتصدير نضبط نشتغل أكتشول بالمصنع نشتغل بالبرودكت نشوف التصنيع كيف فهاي هي التحديات اللي كانت وطبعا الغذاء والدواء عشان ما كان عندنا الشهادة كانت كتير تصعب أنه مش قادرين نصدر بضاعتنا لبرة كتير حلو طب دور يعني أنت حكيتي كتير نقطة مهمة أنه دور صندوق المرأة ما كانش دور مادي فقط ولكن كان دور معنوي يعني مش بس مولولك مشروعك ولكن دورهم المعنوي قدي مهم يعني أنت عم تتعاملي أيضا مع اللي هي شركة صندوق المرأة يعني عم بيدعموك معنويا شو كان الدور أو أثر هذا الدور عليك في نجاح مصنعك هلأ مبدئيا شجعوني كتير أني أستمر أني ما خلصت وقاعد يعني كتير صار في علي صعوبات أنه كيف بدي أضبط بالتمويل كيف بدي أخلص لأني فتحت مشروع أسسته بس تأسيس مبدئي بدين وقفنا فهذا كل الوقت برضو بيكلف عرفتي كيف فلما يجوا صندوق المرأة شجعوني أني أستمر شافوا فرجوا أنه أنا فعلا عندي مهم وفي شافوا فيه شغلة وأنه رح أضبط أنه رح أعملي منيح فظلوا يقولولي أنت رح تعملي منيح وانت شاطرة وكمان أعطوني سبورت زي أنه صاروا يقولولي إحنا عنا فاينانشل تيم منقدر نيجي نفرجيك كيف تعملي حساباتك منقدر نعطيكي ماركتينج كونسلتيشن استشارات استشارات عامة بكل إشي وبصراحة هذا حسيت حالي يعني قادي مع أقربة لي حلو بتحسي حالك بأمان يعني فيه ناس عم بتساعدك عم تدعمك يعني فهذا أدقي لدول هلا التمويل يعني أنت أخذتي تمويل أعمال مضبوط من شركة صندوق المرأة وهو خاص بالمنشآت الصغيرة مضبوط وزي ما حكينا وركزنا أنه مش فقط للسيدات ولكن أيضا للرجال والشباب اللي عندهم مشروعات صغيرة ممكن أنهم كمان يتوجهوا لصندوق المرأة وياخدوا أيضا تمويل لمشروعاتهم احكي لنا أكتر عن هذه الجزئية اللي هي أنت اللي هو تمويل أعمال للمنشآت الصغيرة يعني إيش بميزه يمكن أو إيش الخصائص هذا التمويل هلأ خصائص هذا التمويل أنه هم لما يعطوك يعني بيعطوك مثلا فترة معينة زي ما أنت بتقدري كيف أنت يعني كيف أنت يزبط معك يعني أنتي بيعطوك فترة اللي أنتي تقدري تضبطي أمورك بالأول بعدين مثلا تسيت تعيدي التمويل لإلهم عرفتي كيف هم طبعا عندهم تمويل أبتو سبعين ألف عرفتي كيف فعندك المجال حتى لو عندك فكرة كتير كبيرة وحابة وبتكلف مثلا كتير هم بيدمع أموكي فيها وبشوفوا هم دايما مش بس إيش الشركة عم بتسوي بشوفوا اللي ماسك الشركة شو شو قدراته بالضبط يعني هم شافوا شو قدراتي هم آمنوا فيي صحي عرفتي كيف فهذا كان أهم إشي بالتمويل وما خيبت ظنهم يعني أنت في عمد قصة النجاح بعمرك الصغير زي ما حكيت سابقا أنا أنه عم تفتحي هيك شغل مش سهل عندك مجموعة مش قليلة من العمال والعاملات وعم تشتغلي أيضا بالتصدير وقلنا من نوصل لهذا الموضوع نحكي أنه أنت عم بتصدري يعني حتى هلأ منتجاتك مش فقط عم بتكون بالأردن منتجات شركة مختبرات السوسن عم بتكون أيضا مصدرة لكذا بلد حكينا أكتر عن موضوع التصدير هلأ إحنا موضوع التصدير أول شي بلشنا مع البحرين خليني أحكي وهي أخذت وقت شوي بس لعشان التسجيل برضو لازم تسجلي منتجاتي والحمد لله هلأ منصدر منصدر منيح يعني كل ثلاثة شهر منصدر على البحرين منتجات آيرس الخاصة بمنتجنا آآ أنتوا اسم المنتج تبعكم آيرس مضبوط وهلأ شوي شوي عم نحاول برضو من التمويل غيرنا البراندين كامل تبعت الشركة صار عنا لوجو جديد صار عنا باكيجينج جديد وأحلى وأرتب مني اللي كان عنا قبل برضو من التمويل هذا ساعدنا نزبطه يعني نقلك لمرحلة جديدة وهلأ صارنا الناصر تستقبل أكثر لأنه بتعرف في الناس بيحكوا بتشري بالعين طبعا أكيد يعني ما بيهمني بس المضمون ولكن الشكل بيجذبني هذا إشي كلياتنا بنعرف يعني تسويقيا فهذا مضبوط فهذا غيرنا فيك كمان وهلأ رح ننزل المنتج الجديد إن شاء الله الأسوعة الجايعة بالسوق هنا بعمان كتير حلو طيب إيش بتحكي لكل الصبايا والشباب يعني إيش عندك كيك نصيحة بدي أرجع أحكي عمرك صغير يعني هيك مشاريع كتير حلو إنك تكوني عندك مصنع يمكن اللي بيشوفك بقول لا مستحيل مصنع ويعني وتصدير كمان فإيش تنصحيهم يعني إيش تنصحي كل هيك رسالة موجهة منك لكل الشباب والصبايا أهم إشي الصبر بصراحة الواحد لازم يكون يصبر وحتى لو النتيجة ما إجته دايريكت بتيجي الواحد لما يشتغل منيح ويشتغل من قلبه ويكون عنده فكرة هو كتير بيآمن فيها لا تتساعد يظلوا مستمر فيها لأنه في كتير عندك شركات مثل صندوق المرأة اللي رح تدعمك فيعني ما يفكروا إنه أول يعني إذا واجهوا صعوبات هاي مش آخر الدنيا معلش بتستمر فيها يعني ضلك مستمرة بفكرتك وإذا أنت مآمنة بشو شغلك وشو البدك إيا رح بتصير إذا أنت بتضلك يعني مستمرة فيها طيب شو طموحاتك للمستقبل هلا يعني إيش بتفكري إيش ممكن هيك حلم هلا خلينا نحكي كيف يلنا أنا بصراحة حلمي أطلع منتج من الأردن مرتب ونضيف لبرى البلاد عشان الناس تعرف شو صناعة الأردن عرفت كيف فهاي أنا طموحي إنني مش بس أصدر منتجاتي كمان أصنع منتجات شركات تانية عندك 55 شركة منتجات تجميل بالأردن اللي بتصنع عند مصانع مش كل حدا عنده مصنع فأنا برضو كمان بصنع لمنتجات ناس تاني شركات تانية فأنا طموحي إنه كلنا كأردن نطلع منتج مرتب إنه الناس البرا خارج الأردن تشوفوا وتآمن إنه عنا منتج أردني منيح ومرتب بس أنت يمكن فيه تحدي كمان كتير مهم إنه هو إحنا يعني بعصر هلا المواد التجميل وفي حنا براندز كتير يعني عالمية فرنسية إيطالية يعني عم تحكي إنه حتى فيه يعني منتجات وبراندز خلينا نحكي كانت مش معروفة سابقا وعم بتصير مشهورة فأنت يمكن فيه تحدي كبير عم بواجهك إيش بتحسي منتجاتك عم تتميز لحتى تقدر تنافس أنا ما بدي أقول يمكن هلأ بدأتنافس ولكن أكيد إن شاء الله إليك طموح إنك تنافسي هاي المنتجات العالمية مزبوط هلأ إحنا منتجاتنا زي ما قلتلك دائماً منركز على منتج طبيعي يعني المواد الحافزة حتى اللي منستعملها بمنتجاتنا طبيعية ما منستعمل أي إشي كيمويات في المنتج نفسه فهذا إشي بيميزنا كتير عن باقي السوق عرفت كيف يعني لما تيجي تقرأ المواصفات على العلبة كل الكلمات تعرفيها فيش كلمات رح تحسيها غريبة عليك يعني عرفت كيف فهذا الإشي اللي بيميزنا وكمان برضه نتعامل بطينة وأملاح بحر الميت هي أهم إشي بالمنتجات التجميل طب من خبرتك يعني إحنا معروفين طبعاً بطينة البحر الميت ويمكن الناس حتى من بلاد بره يعني من الأوروبا ومن أمريكا أو حتى من البلاد العربية بيجوا خصوصي وبوصوا حتى أوقات على المنتجات الطبيعية المشهورة فيها الأردن المصنوعة من طينة البحر الميت هذه بتحسي يعني أيضاً هون منافسة على المستوى المحلي يمكن مش أنت لحالك في السوق ولكن في معاك أيضاً ناس كتير يعني كيف بتحسي المنافسة بهذا الموضوع وإنتوا إيش بتتميز منتجاتكم عن بقية المنتجات اللي بتستخدم أيضاً منتجات البحر الميت أو طينة البحر الميت آه في منافسة قوية هنا بالأردن بس الحلو بالموضوع إنه كلنا نفس الإشي يعني كل منتجاتنا اللي فيها الطينة البحر الميت يعني كل منتجات اللي أنا شفتها بالسوق مرتبة ونظيفة وحلوة ومع إنه في شوية منافسة لأنه لازم اسمك يكون معروف إذا اسمك مو معروف رح تكون شوية سعبة إنك يعني تعملي ماركتنج قوي لمنتجاتك عرفتي كيف الآن في تحديات شوي مثلاً بس بتحاولي تلاقي المناطق الردي ما فيها منتجات البحر الميت تروحي بتعرضي منتجاتك فيها مثل السبا يعني مثل الأوتيلات يعني بتلاقي إلا ما تلاقي بالمطاعم مرات هلأ صاروا يحطوا منتجات برودكت بالمطاعم يعني حتاً لو في منافسة أنا بحكي إنه في لكل واحد شير بالماركت صحي عرفتي كيف يعني لازم تلاقي الطريقة الصحة اللي تدخلي فيها تدخلي فيها لهذا الموضوع صحيح طب إحنا كمان يعني يعني يمكن بعصرنا هذا الحال يصار في وسيلة تسويقية كتير معروفة وهي السوشال ميديا يعني معروف إحنا إنه صار يعني في ناس بتحب إنه يكون اسمها معروف عبر السوشال ميديا إنتوا كيف عم تتعاملوا مع هذا الموضوع؟ إحنا عنا على الإنستغرام وعنا على فيسبوك وعنا على تويتر وإحنا الإسم تبعنا إيروس برودكتز كل يوم مننزل نصائح عن التجميل مننزل صورة منتج عنا إيش فوائده وكيف الناس يقدر تستفيد منه والحلو إنه إحنا حطين أسعار إنه كل السوء يستفيد منها عرفتي كيف يعني وهي كتير مهمة للسوشال ميديا طب أديك أدي خدمتكم بتحسي إنه أنتك حدا جديد أدي لكم أنتوا بالسوء تقريبا؟ ست سنوات ست سنوات يعني يعتبر إنه مش من زمان فبالضبط أدي بتحسي إنه يعني عصرنا هذا التطورات التكنولوجية اللي حصلت فيه وخاصة إنه إحنا بعصر السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام يعني أدي خدمتك يعني إنتك بعمرك هذا صبية لساتك وإدي خدمتك وخدمة شغلك أكيد خدمتني كتير لأنه لفوق العشرين ألف شخص يعني لو من العشرين ألف شخص خمسة بالمئة هاي عدد معين كبير صار عندك إنه يعرف اسمك فهو المهم الناس تعرف اسمك وتعرف وين تلاقي منتجك ولو أنت جد فعلا عندك منتج مرتب لما الناس تشتريه مرة واحدة بترجع تشتريه مرة وهذا الواحد لازم يعتمد عليه إنه أنا الثقة أدي بيكون في عندي ثقة مع الزبون مع الناس اللي عم تستعمل فهذا بيعمل يمكن كمان دعاية كبيرة زيها زي مواقع التباصل الاجتماعي هلا كل التوفيق لإليك كتير مبسوطين أنك معنا فعلا أنت قصة نجاحي يعني هيك فتاة أردنية طبعا أكيد بالتعاون مع صندوق المرأة زي ما حكينا اللي أيضا أدم لك الدعم المادي وأيضا المعنوي وكتير مهم كلمة الدعم المعنوي بالضبط أدي مهم أدموا لك استشاراتهم وأدموا لك العديد العديد من الخدمات يعني المادية والمعنوية كل الشكر لوجودك معنا كل التوفيق لإليك وأهلا وسهلا فيك شكرا على المتابعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد